اشتركوا في القناة والابتداء في دين الله يعني يسخر كل وقته لإثبات ليثبت أنه يجوز أن تستغيث بالمخلوق دون الخالق على ما كان عليه أبو جهل وقوم نوح الذين كانوا يستغيثون بأصحاب القبور منهم ود سواع يغوث يعوق نسر رجال صالحون ماتوا عكف هؤلاء على قبورهم ثم تدرج بهم الشيطان حتى عبدوهم وهذا قول الحافظ بالحجر في الفتح البارج مجلد السادس صفحة 289 وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام طيب ماذا فعل نشوف استدل بحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنايهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم فكان مما قال اللهم لو لا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقين طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قالوا عامر من الأكوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له أو ما أذيه يقول يرحمه الله ومعلوم أن من قال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يعني هذا مقبل على الشهادة بالاتفاق اتفاق العلماء فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لو لا أمتعتنا به آه آه إلى آخره قال رواية هلا أمتعتنا به أو فاغفر لنا في ذاك ما ابتغينا قال هذه تثبت أنه لا يقال أفدي الباري تعالى ولا يقال للباري سبحانه فديتك لأن ذلك إنما يستعمل فيه مكروه بلش الآن الالتواء الآن يستدل بماذا بمفهوم الآن سوف نقصف جبهته بمنطوق الرواية التي استدل له بها المنطوق المنطوق أوضح من المفهوم مفهوم يعني هو يأتي بفهم له يقول أنها تدل على كذا لكن الرواية فيها نص صريح يبطل استدلال سيف العصري ما هو وهو أن عامر أصيب بأكحله أصيب فأرسل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي يا سيف العصري يا أيها الجاهل لو كان الاستغفار من بعيد جائزا مخاطبة النبي من بعيد جائزا لما أرسل عامر وهو في أشد أحواله وهو يموت لما انتظر حتى يرسل رجلا ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يطلب منك عامر أن تستغفر له هذه الرواية حجة عليك أيها الجاهل هذه الرواية حجة عليك أين الرواية في البخاري ومسلم بخاري رواية رقم 4323 وفي مسلم رواية رقم 2498 أنيئا لك يا سيف العصري طلعت سلتك فارغة سلتك فارغة نشوف عنده رواية أخرى الآن الدليل الثاني في مسلم أحمد بسلل صحيح عن عمر الدن العاص قال لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني فبسط يده فقلت لا أبايعك يا رسل الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي أولا الرواية ضعيفة بابن لهيعة في تحقيقه لهذه الرواية حديث رقم 17846 بهذا اللفظ ضعيف لكن مع ذلك له فهم صحيح وهو أن عمر الدن العاص قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي أن يعفو عنه وقد صرح أنه كان تحين الفرص لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه والرواية آفتها ابن لهيعة وهو ثقة ولكنه قد اختلط فهو سبب ضعفها وفيه أيضا قيس بن السمي وهو ليس بمشهور الرواية ولم يروي عنه سوى سويد بن قيس ليس بمشهور كما قال الحسيني والرواية التي أصح منها هي في صحيح مسلم أشترط أن يغفر لي والزائغ سيف العصري يهرب من رواية مسلم ويتمسك برواية فيها إشكال وفيها ضعف الآن بارك الله فيكم عمر بن العاص له قصص في معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم أولا هو قال قبل موته ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أتمنى لو أقتله وعمر بن العاص هو الذي ذهب إلى الحبشة ليستعيد الذين هاجروا إلى الحبشة فهذه كانت إساءات عديدة ذكرها عمر بن العاص ويريد أن يتأكد أن النبي يغفر له ما كان من إساءة له في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا أسأت إلى رجل تقول لها فلان اغفر لي ما كان مني في حقك فهذه محمولة على ذاك وفي الرواية الصحيحة أشترط أن يغفر الله لي فلا تعارض بين هذه وتلك لأن عمر بن العاص كان قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ما كان منه في حقه ثم هذا الفهم الباطل لم يفهمه الصحابة ولو فهمه الصحابة كما يفهمه هذا الجاهل سيف العصري لقالوا إذن الأمر فيه سعى تفضل نستغيث بالنبي بعد موته نطلب من النبي أن يستغفر لنا ولو فهم عامر بن الأكوع ما يفهمه هذا الجاهل لما أرسل رجلا ليطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن مشف على الموت ويحتاج إلى دعاء النبي له فلماذا يرسل رجلا ولم يرفع يديه ويقول يا رسول الله هذه الرواية حجة عليك ورواية عمر بن العاص لا سلة لك فيها وهذه الرواية الثانية سلتك فيها ثارغة نشوف الرواية الثالثة ماذا قال هذا سيف العصري قال مقصود عمر بن العاص أن يجعل النبي سببا له في مغفرة الله شوف 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 الالتواء مقصود من أين عرفت أن هذا هو مقصود عمر بن العاص هل أخبرك بذلك عمر بن العاص وقال مقصودي في داخلي شوفي أخواني الآن هو الآن دليله ما كان في نفسي عمر بن العاص من أخبرك بذلك يا أيها الجاهل الرواية الثالثة كذلك سلتك فيه ثارغة ربيع بن كعب الأسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي الحي الحاضري لربيعة الحي الحاضري سل تعطه سل فقال امهلني يا رسول الله ثلاثة أيام حتى يحضر الآن عنده فرصة كبيرة فرصة كبيرة أن النبي يقول له سل يعني اسأل ما تريد فجهز حاجته ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقال ربيعة هو ذاك يعني ما عندي ما عندي غذة فالنبي ما قال له فقط طيح خلاص قضية حاجته قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني مع أن النبي قال له سل لكن النبي أحاله إلى عمل فهذا هذا ليس حراما هذا كما قالت أم الدرداء لصفوان لما علمت أنه مسافر وجاء صفوان إلى أبي الدرداء فلم يجده فلما علمت أم الدرداء أن صفوان مسافر قالت له ادعو الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل أو موكل إذا دع لأخيه قال له الملك آمين ولك بمثل أي بمثل ما دعوت لأخيك وهذا عمر رضي الله عنه الذي قال اللهم كنا إذا أجدبنا يعني أصابنا القحت والجفاف توسلنا إليك بالنبيك مش ما زلنا كنا يأتيك الآن المنحرفون الصفص الصفصطائيون ويقولون هذا ما أرد عمر تحريم التوسل هذا فيه جواز الاستغاثة بالمفضول أو التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ويبدأ يفلسفونها كذبتم لأن عمر الذي أعلن الترك كان ينتظر أويسا القراني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أويس فمن لقيه منكم فليستغفر لكم فمن لقيه قيد طلب الاستغفار باللقاء فكان ينتظر عمر الأمداد من اليمن يعني الرجال الذين يشاركون في الجهاد فكلما أتت أمداد من اليمن قال أفيكم أويس قالوا لا عدة مرات وفي المرة الأخيرة قال أفيكم أويس القراني قالوا نعم فقال أنت أويس قال نعم قال من قران قال نعم قال لك أم أنت برن بها قال نعم قال أصبت بمرض في جلدك البرص إلا موضع أصبع أو إلى آخره قال نعم قال استغفر لي فطبق عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم بل عمرت بالأكوع أكرر قال لرجل اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يسلم عليك أعامر ويقول لك استغفر لي لماذا قال لماذا لم يقل من بعيد استغفر لي هذه عائشة تركت في الصحراء هل قالت يا رسول الله لماذا ما قالت يا رسول الله لو كانت تفهم ما تفهم أنت يا أمير الشرك يا أمير البدعة لماذا عائشة لم تقول يا رسول الله نسيتموني في الصحراء أنا وحيدة قد تأكلني السباع قد أتعرض لإساءة لك إلى كذا إلى كذا ما فعلت بقيت تنتظر ما نادت رسول الله ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكان مدفونا في بيتها ما كانت تخاطبه ما عندنا ولا رواية واحدة كلام النبي لعائشة أو كلام عائشة للنبي وهو في قبره مع أنه داخل بيتها فالله أكبر ما أجهلك يا من تقعد على باب جهنم لتدعو الناس إلى الشرك وإلى البدعة أقلع عن ذلك كف عن هذا هداك الله وفي هذا كفاية وسلموا هذه الرسالة لسيف العصري وقولوا له هذه رسالة من دمشقية قاصف جبهتك قاصف جبهتك سلتك فارغة روايات ثلاث هي بنفسها حجة عليك لو فهم الصحابة منها ما فهمت لخاطبوه بعيدا أو ميتا وهم لم يفعلوه فيدل على ضلالك وانحرافك بل وشركك وابتداعك وفي هذا كفاية والسلام عليكم السلام عليكم أحببت أن أضيف إلى رد السابق على سيف العصري في شبهاته الثلاث ومنها حديث ربيعة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك مرافقتك في الجنة هنا ينشط أهل الزيغ لأن لفظ مرافقتك ماذا تعني؟ يعني فيها غيب من الذي يجعل ربيعة مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو النبي؟ لا تعني عند أهل التوحيد والذين سلموا من الزيغ أدعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة هذا هو معناه عند أهل التوحيد وهو لم يقل أسألك أن تجعلني في الجنة لا وإنما قال مرافقتك في الجنة فهنا يستغل الزيغون الإجمال عدم التفصيل في لفظ مرافقتك لكن الله يفضحهم عند التفصيل والفضيحة وجود رواية صحيحة في مسند أحمد وفيها أن ربيعة قال أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال والله لا والله والذي بعثك بالحق ما أرني ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت ثلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله لآخرتي الآن انتفت الشبهة أولاً ربيعة يطلب من حاضر حي وهذا ليس حراماً انظروا أبناء سيدنا عقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين هل سلفي قال هذا حرام؟ أبداً هذا عليه الدليل من كتاب الله عز وجل إذن الرواية هذه صححها الشيخ الألباني في رواية الغدي المجلد الثاني صفحة 209 إذن هنا انتفت الشبهة وبطل عمل الزائغين كيف؟ بهذه الرواية في مسند أحمد التي صححها أهل العلم إذن رواية أن تشفى علي يعني قول ربيعة أن تشفى علي هذا ليس حراماً طلب الشفاعة من حي حاضر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ليست حراماً هذا عمر انتظر 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 حتى أتى أويس القرن فلما أتى قال له استغفر لي التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم يعني أويساً فليستغفركم فمن فل فمن فل وهذا ما طبقه عمر وهذا ما يخالف أهل الشرك عمر فيطلبون من الأموات ولا يشترطوا أن يكونوا أحياء ولا أن يكونوا حاضرين ويخرج الجيلان من قبره ويستجيب لمن يدعوه ثم يعودوا إلى قبره هذا هو الإسلام هذا هو التوحيد ثم المعروف عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده قرار إدخال الجنة لأحد لو كان القرار بيده لأدخل عمه أبا طالب ونما قال لابنته فاطمة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا وحتى هدى الخلق ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن الهدى على نوعين هدى الدلالة وهدى التوفيق هدى الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صح هذا الهدى إلى الصراط وهو الدعوة إليه والدلالة عليه أما إدخال الهدى إلى القلب فالله قال ليس عليك هداهم ليس هناك تناقض بين الآيتين وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وبين الآية الأخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بل حتى لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا كما قال الله مش كما قال الوهبية هؤلاء يقولون الوهب يقول النبي لا ينفع ولا يضر شوفوا شوفوا الكلام المنمق العاطفي الذي لا علاقة له بالقرآن والله عز وجل يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدة إذن هذا الآن الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذ ربيعة أو عدم دخول ربيعة في النار فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عن ربيعة النار وكثرة سجود ربيعة يرفعه إلى الدرجات العلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة إذن السجود يرفع الدرجات والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجة في الجنة فأحاله النبي إلى عمل أكثر من سجودك حتى ترقى كلا لا تطعه وسجد واقترب واقترب وهذه الآية فيها إشارة أيضا إلى العلو إشارة أما التصريح أمنت من في السماء والتي يهرب منها الأشاعر والجهمية إذن فالزائغ سيف العصر اليمني جهلة أو تجاهل التفصيل الذي في رواية مسند أحمد التي في مسند أحمد والذي يكشف أن ربيعة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد أنه لم يسأل النبي ما لا يجوز سؤاله إلا من الله لأنهم يقولون دخول الجنة لا يجوز أن يطلب إلا من الله هذا أمر خاص برب العالمين نعم هو أمر خاص لكن ربيعة ما طلب هذا الخاص من النبي لكنه طلب من النبي أن يشفع له فقوله أسألك مرافقتك في الجنة أي اشفع لي عند ربك وهذا ليس حراما أن يأتي وهذا ليس حراما من حي حاضر لكن من غائب ما فعله عمر ولا فعله الصحابة من ميت ما فعله عمر ولا فعله الصحابة لكن فعله سيف العصري والجفري وشلة عصابة الوثنيين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله